دكتور احمد عمار هنا عشان نشوف الجانب الا انا لما اسمع الاستاذ محمد فرعون بيقلل وينطقص من كنة الطب يعني. طيب خليني بس اقول لك حاجة مهمة انا كنت خبطت في علم النفس جامد قوي فاسمح لي اه اسألك سؤال. اه. ايه فايدة اللي انت بتعمله? اه فايدة اللي انت بتعمله. يعني انا النهاردة مثلا اه انا النهاردة. زي اللي حضرتك بتعمله بصدر. ما انا اقول لك او انا النهاردة في علم النفس. تماما. اه بيجيلي اشخاص. تماما. بنقول لهم ازاي يتعاملوا مع سمات الشخصية. حل. لو انسان عصبي تعمل مع ايه. حل. لو انسان اه بيتنرفز او مثلا بخيل تعمل مع ايه. بارك الله فيه. حلو جدا. تماما. فاحنا بنتعامل مع الناس على مستوى الشخصية. تماما. لكن انا هستفيد ايه? لما اقول له واحدة تعالي كده اسمك ايه? تاريخ ميلادك كم? طب واسم جوزك ايه? وتاريخ ميلاده كم? ممكن مغير اسم جوزة او مغير اسم. ايا كم بس ان انا باخد تاريخ الميلاد تعالي الزوجة. مش تاريخ ميلاد الزوجة. ما انت لسه اقل له مش هاي اسم انا كان جاي في الحلقة في التقرير اللي كان حصل. اه. فبتطلع الاسم. وبعد ما اطلع الاسم تقول انت يقول لهم لا نسب التوافق بينكم كزا. ممكن تبقى نسب التوافق ما بين برج كزا وبرج كزا سلبية. انت بتحط لهم البرنامج ده في عقلهم اصلا. وبالتالي انت بتقول له ان ده مش هينفع لان ده هيبقى غير متوافق. او برج تاني يكون متوافق. تمام. فهو استفاد ايه كده? ما هو اللي خده مني هيعرف يتعامل مع اي انسان. انا استفاد تيه من الابراج اصلا. ايه الاضافة اللي هتتهم اضافتها? مع نفسي مع شخصيتي مميزاتي وعيوبي. والتعامل مع الاخر. طب انا دلوقتي حلو. انا مميزاتي النهارده ان انا انسان بكسل. انا انسان مسلا عندي بخل. طيب. يا اللي خده بالابراج هستفيد ايه من ابراج بنا مش عايزها في حياتي. انا عايز اعرف ايه اضافة. استفيد ايه بعلم النفس? لما علم النفس حضرتك تطلح تعمل محاضرة. ده صبي مع علم النفس. ايه ان انت حضرتك هتدي كورس? ايه اللي مهيئ في حضرتك اكتر مني او غيرنا? بالعكس انت بتخاطب البشر ككل. احنا بنقسمها بنخاطب مجموعات من البشر. اه. بس لكن هل انت? ايه الاضافة اللي هتتم بالتقسيم ده? وايه الاضافة برضو اللي علم النفس هيضيفها بالتقسيم. انا انا احنا نقسم. احنا لا نقسم. اه. حرد على حضرتك ايه الاضافة? انا اعرف ده كثرة نفسيين كتير درسين مع درسين علم اه اه علم الابراج. يعني اعرف كذا دكتورة وكذا دكتور بيستعينوا جدا بعلم الابراج لان ده بيفيدهم في حالة يعني تاريخ ميلاد الشخص المريض اللي بيجي. لو هو بيدعي لانه فيه احيانا بيقابلهم مرضى اسكية جدا بحيث انه يصور نفسه في صورة ويفضل يضحك على الدكتور فترة ويدعي شخصية مش شخصيته الحقيقية. تاريخ الميلاد البتاعه بيدي مؤشر للدكتور انه يبدأ يعرف انه الشخص ده احيانا يكون بيدعي شخصية بير شخصية فما بيضيعش وقت كتير بيحاول يدخل اسمحي لي اقول حضرتك معلش المتخصص في علم النفس اللي ما يعرفش اه اه او لو الانسان زكي يضحك عليه يبقى هو مش دارس علم نفس. لان فيه الله اعرف دكتور انضحك عليه. لان اللي دارس علم نفس لما يقعد مع اي انسان عن طريق تولز بنستخدمها نفسية اقدر اعرف السمات بتاعته من غير اللي الناس يظنوا هم عارفينه. دي جزئية الجزئية التالية. اه خلينا في في صميم الموضوع هل ده خداع للناس? انا باعتبره بصراحة اه ودي حتة خطيرة جدا 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 ان انا بعود الناس ان هناك قوة خارجية هي التي تحركني وانا اسير ليها. انا ببقى تحت كلبشات البرج بتاعي والناس وده الخطورة اللي بتحصل الناس بتنقم على الله يا رب انت ليه خلتني مخلوق في البرج ده? لان انا كده عصبي. وانا متنرفز. وهم قالوا لي البرج بتاعي ده عصبي. والبرج بتاعي ده آآ عنده سترس جامد. وانا ليه يا رب خلقتيني كده? كنت خلقتيني برج كذا? عشان ابقى لايق. هما دول بتقطق الحيوى سوان. هما اللي بي دايما يرجعوها ياسلموا الحاجات اللي بقولوها طالما الدكتور اللي بدأ. الدكتور اللي بدأ. هما بيتعاملوا مع الناس بالطريقة دية. اللي هو بيقول لي اراك في البخارة ومسلم يا دكتور. ايه علاقة ده موضوع ما هو? انا عايز اشوف اللي قدامي بيفكر ازاي? والله الابراج ما داخلش سوان اه. ممكن تسمعني انا سمحت. نعم. خلينا في موضوعنا. مهما. علشان. يا باشا. يا باشا انا عايز اعرف حضرتك بتفكر. لا بس عصير انت كده تنقل لا تعمل اختبار يعني. ده مش اختبار لا هو كلام الدكتور. والثقافة بتاعتهم انه يوقع حاجة يوجي رابطها بالدين. تقول له كمل اللي هو بيقولها ما تكملاش. انا 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 مذاكر الناس ديك كويس اولا. اركز معي بعد ازاي. فضل. انا بقول لك. ده انتوا يا جماعة بتعتقدوا نفسكم اهم من الطب. لا مش اهم. مين الطب? مين الطب? فين الدكتور النفسي? انا بعمل مع عشانك. اه. ليه نقفلها ليه? ما احنا الاتنين موجودين. طيب. هو اصولي ينادي ان الناس بالعلوم. هو موضوع درس واخد مؤهلات انه يا سيدي درس واخد كلنا درسنا. هو بس هو ويع في مطب دلوقتي ومشكلته نوع مع حد بتاع علم نفس. ومالو مفيش مشاكل خالص. الانسان اللي فاقد للمعلومة. اه. وفاقد للجانب العلمي المقنع. بيدخوا الانترنت. يبص على الشخص الاخر. فهو دخل عندي على الصفحة. لقى مقالة كاتبة من اربعة ايام فيها مشاكل. انت كان ليك رأي في اه فكرة. فهو اه لمسك بقى المشكلة دي دلوقتي. اه اه اه. علشان اطلع من موضوع الابراغ. ولش حاتي. وتكلم فحمد عمرها في الحتة دي. فدي حتة عيتك نفسيا او. ما فيش حاجة توقعني نفسيا. انسان فارغ من جوع. انا انا غير. انا بس بس. سألي واضح. بس سألي واضح. انا ولا معترف بك خالص. طيب. وش معترف دي. انا انا بسأل سألي. يعني راجل انا ومساطك. هوانا. اه لا مش طيب. اه لا مش طيب. اه لا مش طيب. حطيب اه لا مش طيب. هي بس الطيب. هو بس على لنا مش طيب. بس ركز معي لو سمعت. انا بقول لك. اسمعني يا اسمعني. ركز معي. انا دلوقتي بسأل سؤال واضح. اه. ما تسألنيش. اتكلم اتكلم مع الوستاذ جوائل. ما تسألنيش تسألني ليه? بقدم كثير. ايه الفلك? اللي انت بتعمله. هيفيد الناس. غير العلم النفس بيعمل. بفيد الناس. عالم نفس ايه? ايه مؤهلاتك حتى يا عم خليني انا وانت زابع. ممكن يكون انسان موهوب. حلو اللسان. ما هي نظرة الجاذبة يا رايز. اللي انتو بتتكلموا فيه. ما هو كتاب السر اللي انتو بتتكلم. كلوكو اخدينه. اه رفعليك بالطاقة الحيوية. شوف برضو عشان اشوف بناقش مين. طيب ممكن تسمعي لو سمعت. ايه? 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 طب هو الكلمة معه بس. يعني ما انتو يا جماعة تتخطب مع الناس. طيب. ده هو بيتخطب مع الناس. ماشي. نديله بس الكلمة وتسمع وبعد كده تعلق عليه. زي ما هو استمع. طيب خلاص يتكلم. زي ما هو استمع اليك. انا دلوقتي واحد دوري في الحياة ان انا اعرف الاشياء اللي بتفيد البشر. وازا الشيء اللي بيفيد البشر ده هيقدم افادة كبيرة جدا يا سلام اهلا وسهلا. سؤالي كان دقيق احنا في علم النفس بنتعامل مع الشخصيات وبنقسم الشخصيات لاقسام. وبيتم تدريب الناس اذا الشخصية دي كزا اتعامل معها كزا. اه. وازاي تحسن بالتعامل. وازاي تتعامل مع البشر بمختلف شخصياتهم. تمام. انا لا احتاج نهائيا لمعرفة تاريخ ميلاده ايه ولا برجه ايه. فسؤالي كان دقيق ايه اللي هيقدمه الموضوع ده. في الطاقة الحيوية ما بيقدش تاريخ الميلاد عشان يعرف الطابقة بتاع الانسان. ايه. لا 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 نهائي خالص. ازاي. نهائي. انا بقولك او. انا بقولك مستحيل. اللي انا قصده ان احنا عندنا في الطاقة الحيوية بنتكلم ان الانسان طريق تفكيره هي اللي بتشكل نوعية الطاقة بتاعته. طب العلاج بقى. العلاج ازاي. ازاي بنعالج بالطاقة بحقاظه. طريق التفكير دي يا منين. ما هو. طريق تفكير. حلو. كلنا مختلفين. سؤال جميل. طريق التفكير جاية من برج. اه. يبقى يتحسب اللي بقى. مش بس البرج. انا بقى سنة واحدة. ده كلمة خطيرة جدا. هقول لحضرتك. طريق التفكير جاية من برج. فيه. فيه. اخ. واخت. مخلوق. يعني موجودين في في بيئة واحدة. نشئين في نشأة واحدة. اه. نفس المدرسة. نفس العيلة. نفس التربية. كل واحد ولو شخصية مختلفة. خالصة عن الاخر. طبا. والاتنين. ده. 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 ورادة البشراء. بس الوقتي هو بقولك يعني. لو انا مواصفاتي متحددة ببرج يعني. اه. على الفكرة. حتى التوينز. فيه عوامل تانية بتبقى دخلة في اختلافهم. ممكن يبقى وقت. اه. وقت الميلاد. في. يعني لو فيه فرق تلات دقايق حتى. احيانا بيبقى فيه فرق نص ساعة ما بينهم. لان هي الحكاية مش بالسطحية قوية اللي احنا برضو بنتكلم بيها عن الاخر. طيب خليه فهم كل الاضح الوقت. هو بيسألك بيقول لك. سؤالي دقيق. ايه. يعني البورج بتاعي بيتحكم في تفكيري? اه بيتحكم في. يعني انا اسير لوقتي. مش مش في التفكير. مش بقول في المبادئ. ما بيتحكم في ايه? لكن بيتحكم في الطباعة. يعني ممكن. ما الطباعة تبعا للتفكير. لا التبعا تبعا للتفكير. ايهي الطباعة? لا لا لا. طب اديني اديني نموذج للطبعين. يعني اذا اذا لم تكن الطباعة يصنعها صاحبها. اقول لحضراتك. لا لا معايش ادي نموذج للطبعين. طبعين بس. رأس مالي وواحد اشتراكي. هي دي التفكير. يعني البرج مش عدد لي انا اشتراكية ولا رأس مالي. شفتي بقى معايش? رأس مالي واشتراكي مسموش طبع. انت قلت لي بيتحكم في الطباعة. انا بكلم في الافكار. الطباع بقى واحدة. ما وانا بوضح لحضراتك ان هم مختلفين في الافكار. حلو. لكن عندهم نفس الطباع. ايه هي الطباع? ان هو عنيد. الله عليك. ان هو عنيد. الانسان العنيد. ليه عنيد? انا ما شفتش حد من برج التور ما كانش عنيد. يعني وكل برج التور يبقى يبقى ايزا لو برج التور كله عنيد. يبقى هنا فين بقى الارادة البشرية هنا? احنا كده خللناها خلاص. لأ سؤال مهم طب اقولك على الحاجة. هتعلجيزة هتطلعين من برج التور ما انت بتقولي هو عنيد. ما انت هتعلجيه بقى طلعين من برج التور. يا استاذتنا العظيمة. هارجع لنفس سؤالي. حضرتك بقى بتتدخل في الدور ده. سؤالي مهم. ان انت بتبدأ تمرنه. يعني هو بيفيدك الديت. الله عليك. فحضرتك ساعتها لما هتعرف ان هو عنيد هتبدأ بقى تتبع معه الاساليد النفسية. طب انا عارف. طب انا انا عارف فكرة. الانسان العنيد يتم معرفته بعد خمس دقايق. وبالتالي انا مش هتجعرف تاريخ ميلاده كم? عشان اقول له ابا انت بقيت عنيد عشان تاريخ ميلادك كزا. وبالتالي تعالى بقى يالي تاريخ ميلادك كزا. مش بقى. يالي من سماته انك عنيد تعالى بقى اما اقولك في علم النفس زي ما كنت